الجلسة الماضية حكينا انه كيف نستعرض منصات العمل الحر او ما يعني مشاريع data science projects وكيف انه احنا ممكن نختار مشروع بداء على انه السكيلس موجودة عندي ولا لا وحكينا في موضوع الportfolio انه انا كيف بدي احتم فيها احاول مشاريع السابقة اللي انا اشتغلت عليها انه اضبطها اكتر وهي احاول انه اخد منها سكرينشوت واحطها هناك يعني يفترض انه يعني هذا الموضوع انه انه انت متتصنيش عليه اكتر من هيك يعني ممكن انه سير فيه تحسين باستمرار اعتقد انه البروفايل عندك على منصة الابور انه انت تحاولي تكمليها دل فترة وتكوني على استعداد لالشغل على المنصة المرة الماضية اعتقد انه كان فيه مشكلة في التسجيل للتسجيل ما كانش كله يعني موجود بالكامل عشان هيك انا احاول اعطيكم تسجيل تاني ممكن انه يكون مفيد للكم برضو عن كيفية استعراض مشاريع تاني ممكن انه يعودكم على التسجيل اللي راح المرة الماضية كيفينو انا استعراض مشاريع على منصات العمل الحر طيب اليوم ان شاء الله صوت مسموع طيب اليوم ان شاء الله ممكن ان احنا نكمل ان احنا كيف نعمل نرأي تابع بوزل كيف نعمل بيكتاو البروجيكت لما يستمون كيف نعمل استماتل ممكن ان احنا في الموضوع الأول لواكي في الموضوع الأول الواء كيف نعمل بيكتو البروبوزل للدتا سائنسي البروجيكت سوانيا اشتركوا في القناة 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 وكل هذه الموجودة وكل هذه الموجودة وكل هذه الموجودة وكل هذه الموجودة 5.5.5 and face video call Peter. لا خلنا for a project accuracy prediction Albania payment verified spent 50$ هذا يعتبر لسه أكلمنت جديد طبعا هنا الـ Proposals إنه أقل من خمسة مقدمين له هذا أقل من خمسة مقدمين له برضو هذا مش يرجع لنا أقدمه يعني هذا خلينا نشوفه أوكي يعني ممكن نحن نكتب الـ Proposal إذا تبقى معنا وقد هادي أعتقد إنه هادي About Us يبدو إنهما Client جديد بدهم Data Visualization و Data Analyst Data Visualization Analyst to Data Scientist فأوكي ممكن إنه ناخدهم كمان أوكي خلينا نكتفي بهذا القدر ونبدأ في المشروع الأول المشروع الأول إنه ماشي الأنين الان ذه حدث يوجّleme يقول下 لقد أنه sogar إلى المشروع الأول مهما خلقت هيا ولك ماهما خليق vier المشروع الأول إيه م Vega طبعا هنا كيف طريقته في الاختيار زينا حكينا انه اكسبرت هنا هيدفع اعلى ريد للمست اكسبرينيسي ففريلانسر فبالتالي لفريلانسر اللي عندهم خبرة اكتر هو اللي حيختارهم فبالتالي هنا ضروري جدا انه يكون دروفايل تبعي قوي جدا عشان انه نقدر انه نأخذ ويجي الشغلة هذي فهي جدت هو اللي عنده انه سبعة دولار فهو بده الموضوع كلش يعني مرة واحدة طبعا سبعة دولار هنا مش مناسبة طبعا للمشروع هذا فهي سبعة مجدمين له خمسة مجدمين له أقل من خمسة معلش ما عملش انتربيو ولا ولا حدا ما بعطش يعني انفتيش لوانا حدا تمام ويالكلاينت ريسنت هستوري طبعا هذا الواضح انه الاسعار تبعته انه هي يعني هنا انه مثلا يوز بلندر فور موديلنك هذي بس تحالها عشرة دولار فيكستي برايس هذي بس بردو كذلك عشرة دولار اتوكس ارتفشل انتليجنس هذي 12 دولار فهيك يبدو طبيعة الجوبس تبعته بغض النظر انه هي مجديد الان بدي انا اتطلع على الاتتشمنت هيا موجودة هنا وبيدي اشوف انه ايش اللي تريلي ممكن انه يشوف انه سواء في اسعارها وواضح جدا انه هذا عبارة عم سؤال في اسعارها ويعني في كورس الـ AI وهي شغلة يعني مش كتير يحبث انه احنا نشطل عليها يعني لانه هذا مش شغل حقيقي هذا مش شغل للشركات فبالتالي لا يحبث انه اشطل عليه طبعاً الـ Keywords اللي حاطها والشغلات هذي كلها اللي حاطها في الـ Job انه هي مطللة يعني هو حاطت فينا Skills Machine Learning, Model Optimization Machine Learning تكريك, Decision Tree كل الامور هذي كلها طبعاً الـ Decision Tree اللي احنا اخرناها مختلفة عن الـ Tree اللي هنا الـ Tree اللي هنا انه هذي الـ Search تمام مش كـ Decision Tree انه بيتم بناءها من الـ فانا فعلياً يعني انا لو كنت بدي اشتغل مربع انه اشتغل على project زي هيك للأسباب اللي بي ذكرتها عشان هيك انه مش هيكون مشدي احنا يعني اكتب لكم الـ Proposal على project زي خلينا نشوف المشروع الثاني المشروع الثاني انه نشوف الميزانية تابعته مش محدد ميزانية بده انه انه نشوف انه نشوف انه نشوف انه نشوف محسول للسلية انه عبارة عشان عشان اخر сорaye أغلبك انه حكذا ان الجانج اعبارة عن تعتبر أنه ممكن تكون regression problem وممكن تكون classification problem حسب طبيعة الـ target الـ target طبعه هو الـ temperature وعشان هيك أنه الـ target أنا عندي مدام أنه هي اليوريك فبالتالي it's a regression problem. I want to understand R&M by heart معانا ذلك أنه ما بدو يفهمها كويس يعني زي كانوا بدو يحفظها عن ظهر القلب I have a theoretical understanding but no intuition nor practical fluency فهم يعني R&M نظرياً كيف لكنه عملياً مش ممكن أنه معدوش في الإنكانية أنه يشتغل عليهم فبالتالي ممكن نكتب proposal لهذه الشغلة هاي أعمل submit the proposal تمام Okay هلجيت هو مجام أنه هو طالب intermediate بدي أحدد أنا الـ rate تابعي الـ rate تابعي طبعاً أنا أحطه في المنصة حط اتنينة وعندلاتين دولار ممكن يعني انه تطلب مني انه شرح بس مش انه شغل كتير ممكن اخفض السعر هذا يعني لغاية 25 مثلا 25 تعتبر برضو شغلة intermediate طبعا المنصة بتاخد 20% تمام فبالتالي بصفيلي انه 20 دولار 20% 5 دولار هنا بصفيلي 20 دولار طبعا هذا حسب السعادة كم ساعة بشتر معه يعني ممكن انا استغرق الموضوع هو كاتب لمدة شهر ممكن استغرق معه يعني اشرح له 10 ساعات 20 ساعة فبالتالي انه طبيعة الجوب هذي انه بالساعة فبالتالي كل ساعة بشرح هذي رح اخذ 20 دولار يعني صافي بهذا الشكل هنا بكتب الكفر لتر تبعتي تمام ونحكي hello تمام ممكن انه نحكي له انه نحكي به فعن اسم المعرفة طبعاً لاحظوا أنه أنا أستخدم Grammarly Grammarly يعني يعطيني هنا Suggestions هذي من التول المساعدة بالنسبة لأنه Using the TensorFlow library لأنه أنا عرفتها Using a library يعني ممكن تكون أي library لكن أنا ما دام حددتها فهنا Using the TensorFlow library بيعطيني Suggestions بشكل كتير كبير بيبين أنه ال Proposal تبعي إنه Professional أكتر إنه يكون في شيء خالي من الأخطاء هذي طبعاً هاي الشغلات إنه في الميكروسوفت وورد ما بتكون مش كتير متاحة تمام؟ خاصة الموضوع إنه ال Agreement بين كذا وبين كذا فGrammarly فيه شغلات كتير متقدمة في Grammarly يعني البازك بلان أو الفري بلان أعتقد إنه هي كافية لشغلات زي هيك لو بدي شغلات متقدمة أكتر ممكن إنه لو أنت اشتغلت وصار في عندك مشاريع أكتر وصار في عندك داخل ممكن إنه تشتري بلان إنه تساعدك أكتر في الكتاب تمام؟ تمام؟ فإنه حددت إنه أنا عندي الإشي اللي أنا بتدور عليه الكتابية وإنه حسسوا إنها ونا في حندي كل الشعلات التي تبدكيها أنا في حندي مهارات في مهارات عملية في tensorflow بالإضافة مهارات في التدريس لأنه ممكن أحكي أنه أنا عملت تدريب يعني I give many training sessions about tens of load vérit لاحظ episode أنا عندي موجودة شو have you said I am good at teaching مش in teaching طيب التالي هنا بتحسن عنا عندي بشكل كبير هنا تنصرف لغة تيت capitalized ممكن أننا أعملوا referral لأن you can ممكن أننا أعطي ويجب أن أعطيك ويجب أن أعطيك بأن أعطيك بأن أعطيك على أعطيك نحن نحن بأعطيك من أعطيك وحامل لو أعطيك رممprojectsapp github and github اكتبها capitalized او ممكن انا نديلو الرابط تباعي على ال github سوى بالتالي شايفين كيف انو انتم تعملوا ديمانستراتيشن بالسكيل سابعتكم بانو انو انتم تنزلوا كل المشاريع اللي انتو اخترتوها على ال github وكذلك linkedin linkedin اذا انا عاو اشير اعمالكو highlight يعني هنا في view profile تمام بالاضافة انو انا teacher انو ايو هنا assistant professor في computer science هنا في عندي هنا data science consultation انو عبارة عن training هذه عبارة عن training و هنا في عندي برضو training تانية هنا data science trainer فبالتالي انو لما ارجيلو الشغلات هادي في linkedin اوكي فبالتالي انو بقول انو ممكن هذا احسن لفريلانسرز اللي انا ممكن يشرحلي على الشغلات اللي انا بدي اياها بالسعر 25 دولار بالاضافة لذلك البروفيل تابعي على الupwork يعني انا يفترض هليني افتح صباحة جديدة انا في الwork history تابعي مش عامل update للشغلات هادي صراحة يعني انو يفترض انو انا حطيت هنا في البروفيل او هنا view profile او هنا as a public profile فيه يفترض الemployment history هذا education هادي skills وهنا الemployment history تمام الemployment history انا مش حاطة هاي الشغلات هنا فيه three more مش حاطة هادي الشغلات يفترض انو انا اضيفها اضيف انو انا يعني اشتغلت كترينر في data science في الشغلات هادي بالاضافة للشغل في الشركات لشان يعلم مش عاملها up to date يعني بصراحة يعني لانو انا من فترة ما اخدتش project على الupwork بس هنا يعني كخبرة عملية يفترض انو الشغلات اللي يعني انقطعت فيها على الupwork واشتغلت فيها برا انو اضيفها هنا برضو بتعسز هاي الشغلات فالشغلتين هدول احنا حطينا الروابط وي وين انا اوز خوت حنا صح اكثر 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 أنه برضو أثبت له أنه أنا في عندي برضو خبرة أنه I can provide you with training with teaching R&L teaching outline ممكن أكتب له إياها هنا أنه خلاص بدل ما نعمل هاتج كفايل خلاص ما أكتبه هنا مباشرة قارنة I'm teaching outline will be as follows مع الأول حاجة ردي أشرح له إلا So introduction to tensor flow لأنه ما عندوش ولا خبرة عملية بداية فهم إش يعني tensor flow كيف بدي عملها import كيف إش هو السيقونش الموديل وهنا رقم الثنين Introduction to R أو بلاش R&N قبل R&N بيحكيله time series ليس أنا حكيته time series لأنه هو بده أنه يعمل السيقونش الموديد من أجنب لأنه شيئ من الناس جنرائيشن وأنا مش عرف أسوغر أهتم خباب ديام آسوش لالإنجليزي أعتقد أنها ليس موجودة هنا مباشرة Structure data هيا هيا أوكي Structure data Time series forecasting Time series forecasting أنه الفكرة تبعتها أنه أنا بدي ماذا أفعل؟ أريد أن أقوم بحرارة لدرجة الحرارة أريد أن أخذ ثلاث أيام سابقة كإنبوت حسب الويندو أنا أعرف الويندو ممكن أن تكون ثلاث أيام سابقة ممكن أن تكون أسبوع أو سبعة أيام ممكن أن تكون أسبوعين فبالتالي 14 إنبوت أو 14 يوم والإنبوت هو عبارة عن temperature تبعت بكرة فبالتالي أنا ممكن أن يكون عندي ثلاثة إنبوت والإضافة لoutput 1 أو ممكن أن تكون خمسة إنبوت والإضافة لoutput 1 فبالتالي بروح بأخذ درجة الحرارة لها خمس أيام سابقة عشان أعمل prediction درجة الحرارة لبكرة هذه فكرة وإنبوتهم أعمل كثلاسل زمنية أعمل كثلاسل زمنية أن البيانات تحتمد على بعض ومن ناحية كترتيب فتنسر فلو ممكن أن أرتبها وعملها كثلاسل زمنية كثلاسل زمنية كثلاسل زمنية هنا موزع على سنوات ممكن أن أدبها على أيام أو أشهر هذا الشكل أريد أن أرى الـ weather data set يعني الـ data set قريب جداً يعني هذا الـ example إنه قريب جداً حتى أنا ممكن أخذه وأحكي له أنا أريد أن أشرح لك على هذا هذه هي من الشرطة وأنه أريد أن أشرح له time series وكيف نعملها كـ window وبعدين كيف نعمل implement لهذا الكلام هنا فدي أرجى هنا Introduction to time series وهنا بقى ثلاثة Implement Implementation هي Use Rnm to predict temperature We will follow steps at وإنه ممكن أفتح الباب إذا كانت عنده أي استفسار Please let me know if you have you have any questions طبعاً هذه الشغلة يعني بستخدمها في suggestions بتوفر علي كتابة كدير يعني كيف نعم best regards مواقع كيف كيف نعم فخلاص هذه مشروع ساعة 25$ لساعة وحيكون على حسب الساعات التدريس اللي أنا حطيه إياها زي هيك وديت كل البروفايل تبعي أنا نسيت برضو كذلك الكاغل ممكن أحط له رابط الكاغل أجيت عبر ما أنا أفتح رابط الكاغل في حدا عنده سؤال وعن البروبوزا برضو كذلك قبل أعمل سابمت يعني أنا مش هعمل سابمت إلا لما أجاوب على كل الأسئلة تبعاتكم إذا في عندكم ما سئلة أنا أريدي سؤال بالقلط بالتايم سيريز مش سامع أريدي سؤال بالتايم سيريز تفضل البردكشن لعدد سوكلان في منطقة معينة إيهل علاقة بالتايم سيريز تفضل البردكشن لعدد سوكلان في منطقة معينة تفضل يعني شو الفاكتور أو شو طبيعة البيانات يعني أنه قصدك أنه أنا عندي بيانات عن تعداد السكان لسنة ما الصادقة فبالتالي أنه ممكن أعمل البردكشن لنمو السكان في الفيوتشر ممكن ممكن أعتباره زي هيك لكن ممكن النظر للبروبلم من ناحية مختلفة أنه تعداد السكان أو البردكشن لعدد السكان الموجود في المنطقة أنه إذا كان فيه انبوت مختلفة زي مثلا عدد الوظائف إذا كان عدد الوظائف متوفر أو نسبة البطالة المنطقة التي فيها البطالة يعني كثير أنه عالية فممكن أنه عدد السكان فيها يعني ممكن يكون فيه أكثر من سيناريو ممكن يكون عدد السكان فيها كثير وممكن أن يكون عدد السكان فيها أنه الناس يعني بيخرجوا من هذه المنطقة لأنه لا يوجد شيء فيها خلاص عمل فبالتالي يقل عدد السكان مع الوقت فبالتالي يعني ممكن أن نأخذ هذه الشغلة بعوامل مختلفة وممكن أن نكون تايم سيريزي نحن نأخذ الهيستوري ونعمل نأخذ البردكت لالفيوتشر بالمناسبة حتى الطقس ليس بالضرورة أن أدخل بس درجة الحرارة يعني أنا ممكن كذلك أن أدخل حالة السحب والرطوبة وسرعة رياح في الأيام السابقة برضو لأن هذه الشغلات مرتبطة بشكل كبير بدرجة الحرارة يعني لها علاقة بشكل كبير بدرجة الحرارة فبدخلهم كذلك في الانبوت عشان أعمل فقط لدرجة الحرارة في المستقبل يعني ممكن أعمل موديل تاني للرياح وممكن أعمل موديل تالت للأمطار زي هيك يعني كل الشغلات المؤثرة أكيد بطبيعة الحال أنه لازم من هنا أدخلها في الموديل يعني يعني مركز الماضية فقط بدك برضو تدخل عوامل تانية أنه قبل أن النمو العمراني في المدينة قبل أنه مثلا مستوى البطالة إذا كان في معلومات تانية موجودة في المدينة في دفصين تبعتك ما كانش أعتقد برضو كذلك أنه ممكن استخدام تحديد سريز في الموضوع والداتا 6 اللي عندي بس في عدد السكان فكور وينات ومعدل النمو السكاني بس فكور وينات يفترض انه كذلك يفترض انه يكون في معلومات على نسبة الخصوبة برضو كذلك هذا عامل مهم يعني لو كان نسبة البسيط هذه شغلة ثابتة يعني هي نقدر نقول انه هي لانه عدد السكان انه اذا في زيادة معناه الخصوبة عالية اذا يعني قليل اذا عدد السكان بيتناقص معنا ذلك انه الخصوبة منخفضة فبالتالي اعتقد انه قديش عدد انتي قلت قديش عدد الميل والفي ميل ويش كمان ومعدل النمو السكاني والعدد الإجمالي نعم اعتقد انه يعني ممكن جدا استخدام التايم سيريز في الموضوع ماذا رأيكم في هذه البسيطة هل هناك أسئلة عليها هل هناك أسئلة تانية على هذه الوظيفة كفريلانس كبروبوزر يعني كتابة لبروبوزر هل هناك أسئلة نعم 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 حسنا الآن السؤال بيظل انه انا اذا تورطت يعني انا بدي اعمل سابت يعني انه يفترض بس انا اذا تورطت يعني يعني اعرض علي الوظيفة هل ي object против يعني انا مش فاضي اشتركوا في القناة اخطوه كمثال انو احنا اشتركوا عليه و البروبوزل اللي انا اخدته و البروبوزل اللي انا كتبته برضو بيضل الكم كمرجع انو انتم ممكن احطوه في بوكس انا اخفضن كريره نقوم بحينه يعني هاي هاي الجوب وهي البروبوزال تباحها إنه كثان بعمر صميت على أمل إنه هو ما يختاريش لأنه في الحقيقة أنا مش ما عندي وقت ما عندي وقت إنه يعني وقتي كل مليئ بصراحة إذا في حالة لعمل استعداد إنه هو يخذ الوظيفة هذي فبقلي كثير ممتاز أو حتى إنه هو تقدم لها تمام؟ هاي سيضبط البروبوزال في عندي خيار إنه أنا أصحب البروبوزال وفي عندي هنا تشينج تيرمز تيرمز إنه أنا ممكن أغير السعر أو إنه أنا مالإدت على طبعا هنا السكيلز عندي إكسبرتيز سنورة نتورك، بايتون، ديب لرنين، كيراث، ديتا ساينس، كنسلتيش، تنصر فلو هذي كلها عندكم موجودة ممكن تشتغلوا هذي التاسك بسهولة شديدة جدا 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 بس إنه بدي يكون يعني إنجليزياتكم إنه تمام عشان هيك حاجز اللغة لازم إنه هو ينكسر تمام؟ أوكي دقيقة بس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طيب، في الحقيقة أكتلا بسؤالك سؤالك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة